موسيقى المشاهدون والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصرنا أن نرحب بكم عبر إذاعة وتلفزيون الإرسات في بداية برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر عام الفين وثلاثة وعشرين والذي نستهله كالمعتاد بنشرة الأخبار إليكم فيما يلي عنوينها موسيقى الإيرتريون الفارون من جحيم النظام عبر إقليم التجراي يتعرضون للاختطاف والابتزاز موسيقى الدعم السريع يعزز انتشار قواته في ولاية الجزيرة ويشترط للقاء البرهان أن يحضر بصفته ممثلا للجيش وليس لمجلس السيادة موسيقى موسيقى كانت تلكم سيداتي سادة عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة وتلفزيون إيرسات يواجه الإيرتريون الذين يعبرون الحدود الإيرترية إلى أثيوبي عن طريق قليم التجراي صعوبات جمّة وتحديات جسيمة بسبب المخاطر والابتزازات المالية التي يتعرضون لها والتي تشبه الابتزازات التي واجهت أسلافهم في ليبيا وسحراء سيناء حيث تتربص بهم عصابات الاتجار بالبشر في المناطق الحدودية بين إيرتريا وإقليم التجراي وتختطفهم إلى جهات مجهولة ومن ثم تطالبهم بفدية مالية تصل في بعض الأحيان إلى سبعة آلاف دولار وتقوم بتهديدهم بالقتل في حال لم يدفع ذويهم المبلغ وتشير الأنباء إلى أن مجموعة من أبناء التجراي يتعمدون استهداف الإيرتريين تحت ذريعة مشاركة القوات الإيرترية مع الحكومة الأثيوبية في حرب التجراي والانتهاكات التي صاحبت تلك الحرب وأن ما يقومون به من تجاوزات انتجاه الإيرتريين العزل الفارين من جحيم النظام الإيرتري يأتي في إطار الانتقام من النظام الإيرتري على مرتكبه من انتهاكات إنسانية في الإقليم ونتيجة لذلك ينصح بعض الإيرتريين الذين نجوا من هذه الانتهاكات بالبقاء في إيرتريا وعدم المخاطرة بأرواحهم لأن أثيوبيا لم تصبح الملاذة الآمن بالنسبة للإيرتريين في الوقت الحالي عطفا على مجريات الأحداث التي تتسارع وتيرتها يوما بعد آخر يذكر أن الحكومة الأثيوبية تقوم في العاصمة أديس أبابا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بحملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الإيرتريين بحجة الدخول والإقامة في البلد بطريقة غير قانونية هذا ولم تستثني الحملة الإيرتريين الذين يحملون التصاريح إقامة سارية المفعول في آخر التطورات في الوضع السوداني قامت قوات الدعم السريع بتعزيز وجودها في ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة ودمدني التي تشهد غيابا تاما لقوات الجيش والشرطة التي انسحبت من المنطقة لتعزيز قواتها في الشرق وشهد نشر قوات الدعم السريع لعناصرها في العديد من المناطق مثل الحصاحيسة وتنبول وأبو حراز وغيرها وتأتي هذه التعزيزات بالرغم من تصاعد التحذيرات الأممية من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة من جهة ثانية قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة أسباب انسحاب قوات الجيش من مواقعها في ود مدني متوعدا بمحاسبة قاسية لمن وصفهم بالمتخاذلين وأكد البرهان أنه يمكن أن يقوم بالمفاوضات مع الدعم السريع ولكنه قال لن يقبل بتوقيع اتفاقات مذلة ومهينة للجيش والسودان حسب تعبيره فيما قال إبراهيم مخير مستشار قائد قوات الدعم السريع إن قيادة الدعم السريع ما زالت تشترط للقاء الفريق البرهان أن يحضر بصفته قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السيادة وممثلا للشعب السوداني وبحسب المراقبين فإن الموقف المتشدد للدعم السريع يأتي في ظل التقدم الميدان الذي أحرزه على الأرض إثر بسط سيطرته على ولاية الجزيرة في النبأ الأخير لهذه النشرة أعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين أثيوبيا ومصر والسودان بشأن الاتفاق على بنود قواعد مل وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وذلك من أجل الحفاظ على مصالح دولتين المصب مصر والسودان وعدم الإضرار بحصتيهما من مياه نهر النيل وبحسب بيان وزارة الري المصرية اتهمت مصر أثيوبيا بإصرارها على الاستمرار في التمسك بمواقفها الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي تضمن تأمين مصالح الدول الثلاث مضيفة أن أثيوبيا نكست عن التفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقا والتي تلبي المصالح الأثيوبية المعلنة عنها وفق بيان وزارة الري والموارد المائية المصرية من جهتها قالت أثيوبيا إنها ماضية في تنفيذ برامجها للاستفادة من سد النهضة دون الإضرار أو المساس بمصالح دول نهر النيل وأوضحت أنها متمسكة بحل ودي لاستخدام مياه نهر النيل دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى في إشارة إلى مصر والسودان واتهم كبير المفاوضين الأثيوبيين سل شبق لمصر بإصرارها على ما أسماه حماية اتفاقيات الحقبة الاستعمارية وقال إن أثيوبيا ملتزمة بمعالجة القضايا العالقة والتواصل إلى حل ودي لاستخدام موارد مياه نهر النيل مسترشدين بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول من دون التسبب في ضرر كبير لدولتي المصب هذا وعقدت الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة والتي تم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة دول الجوار السوداني في القاهرة في منتصف يوليو الماضي بهذا أصلوا إياكم سيداتي سادتي إلى ختام نشرة الأخبار لهذا اليوم تقبلوا تحياتي محدثكم إدريس سليمان خليفة في التحرير والتقديم والترجمة مقرونة بتحية الزملاء في القسم العربي أحمد شريف في الإشراف والمتابعة وعود تسفيه النسكداني في الإخراج والمنتاج وحتى ألتقيكم في نشرة قادمة لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته